طيب برجع بقول بذكر بالنسبة للي ما سمع اهم الاعمال في هذه الليلة ما هو اولا الغسل ثانيا الاحياء بالعبادة ثالثا زيارة الامام الحسين عليه السلام رابعا صلوات الخاصة ومنها الصلوات اللي ذكرت قبل الحديث انه بعض الاخوي والاخوات المشاركين اذا كان بدهم اثناء الحديث يصلوا شيء من هالصلوات فممكن لانه لكل ظرفه والمهم ان نحصل على البركات في هذه الليلة بالشكل الذي الشكل الافضل الذي يمكننا